بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الأول من الفصل الثاني المقرر النظم بالمعالج الفصل ده جماعة بيتكلم عن موضوع اسمه Micro processor architecture الهيكل والتركيب العام لمين للمعالج طيب نشوف مع بعض الجزء ده وات هيكلم عن نبزة عن وظيفة الماكرو بستسر وعلاقة ده بهيكل المعالج نشوف مع بعض بنقول Micro processor architecture الهيكل العام قبل ما نبدأ نتكلم برضو بالتفاصيل عن الهيكل العام لازم نعرف الماكرو بروسسور ده بيشتغل ازاي بنقول إن الماكرو بروسسور يا جماعة can be programmed نقدر نبرمجه علشان يؤدي ولغرض تأدية عدد من الوظائف to perform functions on a given data لداتا انت مدهاله ازاي بقولك by writing specific instructions into its memory خطيرة الجملة ده يا جماعة نقرأها سواء تاني the macro processor can be programmed نقدر نبرمجه to perform to add the functions on a given data عن طريق data معطاة له عن طريقه يا جماعة ايه بقى عبارة عن بيؤدي هذه العمليات عن طريق مجموعة من الأوامر توضع في الزاكرة الخاصة به هو يعني هو يعني هو عايز يفهمك من النقطة دي يا جماعة ان ال data بتيجيله بتيجيل مين هي للميكرو بروسسور بيعمل عليها عملية معالجة وبينفذ عليها الأمر والأمر ده زي ممكن يكون ايه add sub and or لكن خلي بالك الأمر ده بيبقى مكتوب وموجود عنده فين في الزاكرة اذا الميكرو بروسسور يقرى الأمر اولا ويقارن الأمر اللي جايله دوت بمجموعة من الأوامر اللي مخزانة عنده يعني يقارن بقى الأمر ده add and or بيقوم بمهمات محددة وبعد كده ينفذ الأمر على مين على ال data اللي ايه اللي موجودة عنده يبقى نقرأ كلماتون دون مع بعض لكن الميكرو بروسسور reads one instruction at a time بيقرأ أمر واحد بس في لحظة واحدة matches it بيقارنها with its instruction set بمجموعة الأوامر اللي موجودة عنده عشان يفهم الأمر ده ايه بالظبط هو متبرمج عارف ان ال and هي كذا ال or كذا لما بيجيبه الأمر بيقارنه بال and وال or وال sub اللي موجودين عنده عشان يفهم ايه الأمر اللي جاي له ده وبعد كده بينفذ ال data بينفذ الأمر ده على ال data المحددة اللي هي وصلت له طيب والناتج بقولك الناتج ممكن يتخزن مرة تانية في المموري أو يعرض على الأوبوت ديفايس إذن the result is either stored back into memory or displayed on the output A device طيب الاركتكشور العام اللي هيك العام بيقول ان احنا عندنا عدد من الباصز موجودين وفيه version هناخده مع بعض الواتفامل لأحد عائلات الماكرو بصوصر اللي هي 8085 وهناخد عليه مثال للباصز للمصارات الموجودة use 3 separate باصز بيستخدم 3 باصز مختلفين to perform its operations ايه هما الباصز اللي موجودين عنده الادرس باص الداتا باص والكنترول باص الادرس باص من العنوان بتاعه معناه انه هيحمل بايه عنوين طيب الداتا باص يحمل ايه يحمل بيانات طيب والكنترول باص هيحمل ايه يحمل اشارات تحكم يحمل ايه اشارات تحكم طيب ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الباصز دي المحاضر الجاي ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته